الإرهاب في حين أن المطالب هي بمحاكمته وفق قانون الصحافة أولا القضية الآن هي بيد القضاء قاضي التحقيق يدرس الموضوع هناك التزام باحترام كافة ضمانة المحاكمة العادلة والقرار النهائي سيعود لقاضي التحقيق ثانيا أذكر بأنه في سنة 2009 في فيينا صدر إعلان وقعت عليه منظمة مرسلون بلا حدود يقول بصريح العبارة أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عندما تتعلق بقضايا الصحافة فإن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بتطبيقها كما أن هذا الإعلان أوضح بجلاء أن ممارسة حرية التعبير في القضايا المرتبطة بالإرهاب وغيره ينبغي أن تكون بدون أن تؤدي إلى التحريض عمدا على الإرهاب بمعنى نحن إذا قضية الجوهرها هو شريط منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في تحريض واحد واضح على العنف وصريح من أجل قيام بأعمال إرهابية تهدد استقرار المغرب أذكر هنا أنه في سنة 2007 صدر قرار عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم 23 يناير القرار رتبط بطعن قد من قبل صحفين أسراك عملوا على الطعن في قرار صدر عن القضاء التركي بخصوص نشر رسائل لأشخاص متابعين في قضايا إرهابية قرار المحكمة كان واضح وصريح في أنه عملية نشر تتير المسؤولية لكن الذي سيبت في هذه المسؤولية من عدمها هو القضاء ولهذا السلطة التنفيذية في المغرب تمتني عن التطرق مباشرة لموضوع المسؤول عن موقع لكم وضحت وجهة نظرك لكن هذه المحاكمة سيد مصطفى الخلفي هناك من يستغرب بأنها تأتي بينما البلاد تستعد لوضع مشروع قانون مدونة الصحافة في المغرب الذي من أهم نقاطه في الواقع إلغاء العقوبات السالبة للحرية وأنت صحفي وإعلامي سابق أعلم ذلك وهذه القضية لن تتنينا عن مواصلة المجهود من أجل إخراج قانون صحافة جديد حديث خالي من العقوبات السالبة للحرية وهذا التزام للمغرب التزامنا به أمام مجلس حقوق الإنسان ومستند على المقتضاية الدستورية الجديدة ما حصل اليوم بالنسبة إلينا الجواب على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي نسب إليه هذا الشريط هو أننا سنستمر في مسلسل الانفتاح السياسي المغرب في حاجة إلى قانون صحافة جديد وهناك تقدم جد معتبر بحيث أن اللجنة القانونية تقريبا انتهت من أعمالها واشتغلنا تقريبا طيلة الصيف بحيث يمكن أن نتقدم به في الشهر المقبل حتى يكون جاهز من أجل الإحالة على البرلمان هذا أمر الأمر الثاني عمليا تم التقدم من أجل الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وحصل اعتراف بعدد من المقاولات التي تقدمت بالتصريح وليس بالترخيص أيضا حصل تقدم معتبر في مجال المقتضيات المرتبطة بالقضاء فيما يتعلق بالصحافة حيث تم تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللقاء الذي جمع الرجال القضاء ونسائهم مع الصحفيين في توصيات المتاق الوطني للإصلاح العدالة ووضح تماما أيضا أعتذر منك بشدة لأن وقتنا انتهى أشكرك جزيل الشكر مصطفى الخلفي وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة كنت معنا من الرباط شكرا